البهادل حيون سكني بني منذ أربعينيات القرن الماضي يعتبرون من أقدم أحياء كربلاء صرف عليه ما يقارب 22 مليار دينار إلا أن التصميم الخاطئ وافتقار الحي لجميع المنشآت الخدمية كالمركز الصحي والدفاع المدني والمدارسي ومركز الشرطة يبين حجم معاناتهم طيلة هذه المدة تعتبر منطقة البهادلية من أقدم المناطق في محاولة كربلاء المقدسة وحسب التخطيط العمراني الحديث لازم كل منطقة يوجد بها أطفاء مدارس متوسطة ابتدائية مستوصف صحي مركز شرطة منطقة البهادلية موجودة بها الساحة التي تناسب لكل عددتهم حاليا وموجودة مقابيل الشارع الحولي حاليا وبالنسبة لمكان المدارس استلمت التربية لحد الآن لا يوجد أي تنفيذ وعدنا السيد المحافظ خير لحد الآن لا يوجد كل تنفيذ 22 مليار لا يوجد أي شيء جديد ومتلك المشروع ونسبة الإنجاز طبعا 70% والباقي شيء القليل يعني مفت شيء صعب على محافظة كربلاء بالنسبة لعملهم الحالي بناء تحتية أنشئت وبنيت على خطأ فأنبوب المياه لهذا الحي يتوسط الشارع فعند ربط أحد المنازل يضطر لتهديم التبليط وحفره لسحب اشتراك من الخط العام للمياه أما الكهرباء فهي بداخل منازلهم تتوسطها أعمدة الكهرباء والضغط العالي يبعد عنهم خمسة أمتار فقط نهيك عن المجاري المعدومة وتشابك المنازل مع بعضها بحجة واقع حال تصميم مال هذا الشارع الشارع كله غلط حتى مريد نسحب مويل للبيت لازم نجيب كسارا نفش التبليط ونسحب مويل وعانينا واشتكينا وراجعنا المحافظة وعاني هسا حاليا هم نقدم بلاغ لقيم مقامه كله الشارع يعني البور اللي بيه غلط المويل غلط المجاري غلط الكهرباء اللي بيه غلط المشروع عد الحكومة نافذ بس عدنا احنا كمنطقة بهذه المشروع نصة ما نفذ بس يقولون احنا راجعنا المسؤولين وعدنا عرف بهم قالوا المشروع فلوسة مصروفة ثمانية احياء مع بعضها تشترك بمدرسة واحدة بهذا الحي بثلاث دوامات وكل صف ثمانين طالبا لا يتسع الصف لهم مشاريع صرفت اموالها بوقت ادارة سابقة للمحافظة ولا سبيل لتعويضها فكان الاهتمام لمراكز المدينة والاهمال لاحيائها التي ويبت عنها اهتمامات المسؤولين المدرسة مالتنا اول شي هي قديمة بناء قديم ثمانينات ثاني شي بيها ثلاث شفتات اثمن احياء عليها اثمن احياء على هاي المدرسة يعني من الطب يعني انا اخو من الطب استحي لانه ناس بوق ناس شن الصف ثمانين بيه ثمانين طالب بيه اثنين وعشرين مليار اللي صرفوهن على هاي المنطقة انا اريدك بس تصور وشوف هاي ماكتنين وعشرين مليار لفلوس باقي اوان راحت قد تجتمع عجائب الدنيا السابعة في هذه المنطقة فمشاكلها يعجز التعبير عن وصفها بعلم المسؤولين وغياب دورهم الرقابي من كربلا جاسم الهميم التغيير